أنا كنت عارفة إن عيلتك تترفض أصلاً دخولك الفن أقنعتهم إزاي؟ لا، وين أقنعتهم؟ ما أقنعتهمش يعني أنا لسا في خلافات لحضراتك؟ عالي خال، ده اللي ساعدني بشكل كبير خالي كان عقيد في الشرطة كان مدير المرور في أبوظبي وقف معايا، بل مش وقف معايا وبس اشترى لي سيارة وسافرت بيها للكويت عشان أدرس يعني دعماً للمقال لأنه يؤمن هو طبعاً بالمجال نفسه ولكن البقية كانوا زعلانين ومنهم أخوي الكبير برضو زعل ولكن أنا أتصور إنه مع الأيام وبالذات لما تخركت بعد أربع سنين من الكويت لأنه في ذاك الوقت، يعني في التمانينات لما يسمعوا معهد بيحسبوا إنه المعهد ده اللي هو المعهد العادي اللي هو أبوه سنتين كنت بقنحهم إنه لا دي جمعة فما كانوش متأكدين من الموضوع ده لكن بعد ما تخرجت وكتبوا إنه ابن الإمارات يحقق المركز الأول في الكويت ومعرفش إيه وكذا ولما رجعت واشتغلت على طول براتب خريج جمعة هنا شوية هدية النفوس ولله الحمد وبدأوا يعرفوا إنه فعلاً دي جمعة وإنه يعني ما رحتش أنا في اتجاه إنه أعمل حاجة أقل مما كانوا هم منتصرين حد من ولادك عندهم يقول فنية؟ والله خالد ابني حاول في فترة وهو بيدرس وعمل في مرة من المرات دوري وأنا صغير في مسلسل لكن خده الجانب الأكاديمي وتخصص في الكهرباء والإلكترونيات وبقى أستاذ في الجمعة اللي هو درس فيها لو حد من ولادك عايز يدخل المجال الفني هتوافق؟ طبعاً من سلطان أو جواهر؟ سلطان، جواهر، يوسف، خالد، فاطمة، نورة أنا ما عنديش مشكلة دي حياتهم وأنا إنسان يعني بفكر بشكل إيجابي دايماً ولله الحمد فما عنديش إذا هم هذا اختيارهم لأنه الفن رسالة وإحنا مؤمنين فيها وأنا متجوز فنانا فده بيؤكد إيماني بهذا الدور وإنه أي حد لواء مراتي أو حد من أولادي أو بناتي عايز يخش الفن يخش، المؤمن هو إزاي يحافظ على نفسه سواء ولد أو بنت وفي نفس الوقت يكون مؤمن بالدور هذا لأنه إحنا محتاجين للجيل الجيل الموجود دلوقتي يؤمن بهذا الدور يعني مش أني أنا داخل الفن بس عشان أبقى مشهور وعشان أعمل فلوس ووو إلى آخر لا، الموضوع موضوع اجتماعي أخلاقي قبل ما يكون هو نقومية وفلوس اشتركوا في القناة